السلام عليكم متابعين الكرام وياكم نسلة صلاة على النبي أهم أخبار المنتخب العراقي ويوسف الأمين ضد غرناطة خلونا لايك واشتراك وفعل الجرس تابعوياي الدول العراقي يوسف الأمين يشارك أساسياً مع فريقه الجديد للوحدة السعودي بمبارات ودية مع غرناطة الإسبانية يوسف الأمين ساهم بهدف جميل ضد غرناطة في الشوط الأول إذا تحبون شوفون الهدف نشارطة بقناته بالتليجرام سأخذ لكم رابط بالوصف بالتعليق المثبت وأرجو منكم الاشتراك في قناة التليجرام ويوسف في هذا المركز يقدم أداء جيد فهو لاحب سريع ومهاري كل التوفيق ليوسف الأمين واحدة السعودي في دور روشن علي عدنان سجل هدف جميل من ضربة حرة على نادي الهلال السعودي مع ناديه الجديد النجمة انتهت المباراة بفوز الهلال 3-1 أراضي شناش يقول أتشرف بقيالة المنتخب العراقي في أي وقت شن رأيكم بتصريحة كابتن ترى بس الفضي حلوية المغرب كافية مدر منتخب العراق كاساس يقدم قميص منتخبنا الوطني العراقي كهدية لمدحف ناديه لوم قادش الإسباني خلال زيارته الأخيرة لمقار النادي عدنان درجال يقول فلتطمعين جماهير العراقية الوفية المنتخب الوطني وكاساس بأي ديامين ويوم بعد يوم سنكون أقوى وأقوى أصدقائي استفتاء اكتبون أراءكم بالتعليقات هل تؤيد انتخاب الكابتن عدنان درجال لقيادة الاتحاد لدورة ثانية قادمة؟ بعد كل تلك الإنجازات التي قدمها خلال فترة وجيزة البارحة أمر رياض بالليل قال الكابتن عدنان درجال غادر اجتماعه مع أعضاء الاتحاد غاضبا وقال بالحرف الواحد بعضكم ضد مشروعي وتحاولون عرقلة استمرار كاساس خوف منته المنتخب لكي لا ينجح عدنان درجال وإنها الاجتماع ملوحا بحل الاتحاد وتقديم استقالته طبعا أحبطا منكم كاساس باقي مع المنتخب العراق وأيضا عدنان درجال يوميا طالعين فيلم جديد الإعلام داود إزحاق يقولنا في الاتحاد وأربع أعضاء يقفون في التطوير الكرة العراقية ويضعون العصى في عجلة التطوير وسيكشفهم بالأسماء هكذا نريد إعلامنا حر نزيه يعمل لأجل التطور والمصلحة للعراق بس برأيكم من يقصد هؤلاء الأربع أعضاء؟ أما فيس العزيز اللي ما يدري شنو السال فيقول لو كنت في الاتحاد لفسخت عقد كاساس بعد هذا التصريح الذي صراحه قبل فترة وريد عرف شنو اللي سوا كاساس العراق عند نوسيا والفلبين بالثمانينة تغلبهم يابا مطلع رجال بلقاه وقال أني ما أحاج بالفلوس ولا بزيادة تصريح حسين علي لاعب منتخبنا العراقي قلت طويت صفحة الأورمبياد وتركيز الأن ينصب على مبارياتنا المهمة في التصفيات المونديالية عازمون على خطف بطاقة التاهل إلى كأس العالم ونحن قادرون على إسعاد شعبنا بهذا الإنجاز انخرطت مجددا في تدريبات فريق هرنفين بعد الإجازة التي منحت لي لمشاركة في لونمبياد وعودت الفريق من المعسكر للسعدادي استغربت من الإجاعات التي تحدثت عن إبعادي من قبل ملاك تدريب لهرنفين عن تدريبات الفريق بسبب مشاركة مع المنتخب دولنبي مؤخرا فان بيرسي مدرب رائع للغاية والعمل معه ممتع فهو النجم كبير لاعبا كان هو مدرب وامتاز بقدرته على جعل اللاعب يقدم أفضل ما لديه بحكم معرفته الجيدة بمميزات كل اللاعب كطي المحترفين وكأساس يومين طالعين يشذبون تصريحاتكم كافوا يا بيومين طالعين تصريح تشذب عليهم أما أبو قبل عراق نهاد محمد يقول هناك غصة في القلب بسبب الخروج من دور المجموعات في أولمبياد باريس كنا نمنى نفس أن نقدم نتائج إيجابية في أولمبياد باريس التاهل للأولمبياد باريس يعتبر إنجاز ونعد الجماهير بتقديم مستويات أفضل في المناسبات القادمة كابتن هيا قادم أرحم الوالديك روح تطور نفسك بالدوري تموارف شنو سحبوكم الأولمبياد باريس نسكم مصابين ونسكم احتياط بانديدكم شون رأيكم بتصريح نهاد رسميا إدارة ناديد هوك تتعاقد مع اللاعب أمير علاء كاظم لاعب نادي فان كوفر الكندي أربيل ود هوك الموسم فول المغرب تحرز الميذالية البرونزية بعد فوزها على مصر بسلاسية نظيفة في أولمبياد باريس عمي ذاييش نحن بوسيدنا وجه قفة بس ثلاثة الجماهير المصرية تصل جام غضبها على اللاعبين وعلى المدرب بعد الفضيحة وتطالب بمعاقبة اللاعبين رغم تحقيقهم للمركز الرابع أما في العراق بعدان أصبح منتخبنا بحوكة بعضهم يطبلون لللاعبين التعبانين رغم خروجنا من الدور الأول أطلعوا صدق المغرب متعاطفين ويانا وبالشوط الثاني ما قولوا علينا أود مصر ويانا محمد النين اللاعب الأرسنال وشالو ستة عمي ذيان نحن رحمها بزيان ما حطوا بينا عشرة الصحفة مدير إعلام اتحاد كرة الطار عباس هندي يقول مصيبة مساعد كاساس يدرب الميناء هواني كاساس ما مقتنع بي أقتنع بالمساعد مالتي يظل ضد كاساس المحترفين اللاعب المظلوم بلند حسن يقول أشكر جميع الإعلاندي العراقية المهتمة بالتعاقد معي لكني مستمر في عالم الاحتراف رياض هاد يقول كاساس أخبرني أنه لم يشاهد جمهور يحب منتخب بلاده مثل الجماهير العراقية جورفان فيرا مدرب منتخب الوطني العراقي السابق في 2007 يقول لما استلم قطعة الأرض التي منحت لي في سنة 2007 بعد تحقيق بطولة كاساسي إلى الآن وإضا وعدوني بأن يعطوني جواز عراقي وإلى الآن لم يعطوني أنا لن أطلب من أحد لكن هذا حق ديالا استلموا إذا هو فيرا وصاحب إنجاز 2007 الوحيد للعراق وما منطي لا قطعة أرض ولا جواز العراقي تريدون كاساس ما سقطون به يونس محمود يقول أنا مع البقاء على كاساس مدربة للمنتخب الوطني وهو أبلغنا برغبته بالبقاء طاقم تحكيم سعوري بقيالة خالد طريس لقيالة مباراة العراق وأمام في تصفيات كأس العالم 2026 نادي القوة الجوية اتفق مع ذنائل منتخب الوطني صفاهدي وبشار أسل لتمثيل الفريق الموسم المقبل جماهير القوة الجوية كم تقيمون هذه التعاقدات من عشرة؟ محافظ بابل السيد عدنان ديليمي يفي بوعده النادي القاسم ويوافق على انتداب الإسباني أنتونيو كازولا مدربا للفريق خيسوس كاساس قدم قائم أول يومين 40 لاعب لمعسكر الدوحة الاستعداد للتصفيات كأس العالم على أن يقلص القائم إلى 28 لاعب قبل السفر بأربعة أيام فريد مجيد يقول المنتخب العراقي أكبر من كاساس وأي مدرب يتمنى يقود منتخذنا لكن كاساس كسب حب العراقيين اشتركوا في القناة